أكد وزير البترول طريق الملة أن مناطق انتياز شركات البترول في سيناء ما زال لديها احتمالات بترولية مؤكدة تحتاج لمزيد من دعم التعاون والتنسيق المستمر بين هذه الشركات كذلك خلال اللقاء الدوري للجنة تطوير وزيادة المعدلات الحالية لإنتاج الزيت الخام والذي ضم شركات بيتروزنيما وبيتروسيناء وبيتروشدوان ومنطقة جنوب ملج منطقة سيناء البترولية وأشار الوزير إلى أهمية إيجاد حلول ابتكارية والاستغنال الأمثل للإمكانيات والموارد وتسهيلات العمليات المتاحة بالمناطق البترولية ومنها منطقة سيناء